اشتركوا في القناة وهذا ما تريد السؤال ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء في سبيل جمع الكلمة لمواجهة أعداء الله ورسوله هذا سؤال غريب عجيب يدل على أن كثيرا من المسلمين إن لم نقل أكثر المسلمين أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وإلى أحساب كثيرة كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من العقيدة الأولى التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وربك فكذر وقوله عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله فإذا كان مسلمون مختلفين في فهم هذه الكلمة الطيبة كيف يستطي هؤلاء أن يكونوا يدا واحدة في ملاقات عداء الله ومحاربتهم كأن هذا السائل وأنفاله يريدون منا أن نعطل شريعة الله عز وجل وبتعطيل شريعة الله نستطيع أن نلاقي أعداء الله هذا على مذبب نواس وداولي بالتي كانت يدا ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل والآية التي ذكرناها مرارا آنفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كيف يرضى هذا السائل وأنفاله أن نعرض عن هذه الآيات البينات كلها وكيف يتصور إمكانية التقاع هؤلاء المسلمين على ما بينهم من خلاف شديد ليس كما يقولون في الفروع بل وفي الأصول وليس في الأصول فقط بل في أصل الأصول وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى وأيو سنفني جدا أن أذكر هذا السائل وأمهاله لقد طرنا فرحا حينما كانت تبلغنا أخبار انتصار إخواننا المسلمين الأفغانيين على الشيوعين الروس وأبنابهم ثم بقدر ما فرحنا أسفنا وحزمنا حينما وقفوا أمام بلدتين فقط من أفغانستان كلها والسبب في ذلك أن قوادهم ورؤوسهم اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فهذا السائل لا ينتبه إلى أن الخلاف الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة والسبعين فرقة وأن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما يتكتل المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حينئذ يمكنهم أن يلاقوا أعداء الله عز وجل أما أن ندعي القديم على خدمه كما يقولون وأن نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل محاربة العدو فهذا أمر مستهيل والآية وغزوة هنين ونحوها من أكبر الأمثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين ولن يمكن ذلك أبدا إلا على أساس من كتاب السنة ولآية السابقة تكفيكم إن شاء الله دلالة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويدا اشتركوا في القناة